الفيديو ده مهم للغاية ياريت تشاهده يا حبيبي للنهاية ازاي نقدر نتحكم في تشغيل المطور باكتر من زر يعني نقدر نعمل العمارة لكل شقة مفتاح لوحده ونقدر نحسب الكهرباء على كل واحد فتح من مفتاحه يبقى الكهرباء تيجي على عداده ويبقى في حذر ياريت تركز معايا في الشرح وتشاهد الفيديو للنهاية ويلا بنا على الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتير من اخواتنا سألوا ازاي نقدر نشغل مطور المياه على اكتر من مفتاح يعني انا عايز مفتاح في المطبخ مفتاح في الحمام مفتاح عند المطور عايز مفتاح في الدور التاني مفتاح في الدور التالت للمطور وكل المفاتيح تقدر تشغل وتفصل من خلالها مطور المياه انا عايز تركيز وعايز تحذير تركيز وتحذير في نفس الوقت تحذير ان حضرتك تعمل حاجة خطأ وتدخل الكهرباء على التانية وتعمل قفلة او تدخل الكهرباء على الارض وتعمل قفلة لازم نركز والفكرة سهلة باذن الله هي بس معلومات مجرد ان حضرتك تبقى حافظ هتعمل ايه هتقدر تصرف نفسك وتعمل فكرتك بكل سهولة لو انا وصلت طبعا كابل الكهرباء كده بالشكل ده او او زر انا شغال من خلال زر وبشغل ايه المطور بالمنظر ده حبيبي اه بسم الله نفتح الزر الاول اه كده شغال معي تبعايز افصل اقدر افصل طرف واحد كده يبقى انا فصلت اقدر اوصله تاني يبقى انا وصلت طيب نعرف مع بعض احنا نقدر نعمل ايه ونقدر نعمل حاجة صح هنوصل طبعا الطرفين مع بعض اهه كده علشان يبقى المطور وصله كهرباء باستمرار كده وصله كهرباء باستمرار هقدر افصل عنه وتحكم عنه من خلال طرف واحد فقط ودي افضل طريقة انا افضلها ليه طرف واحد فقط علشان تقدر توفر فيه الكابلات بتاعت الكهرباء لو انت عايز تطلع طرف الدور التاني او الخامس يبقى تقدر تودي طرف واحد بس اه لو احنا وصلنا كده مع بعض اهه كده تشغيل نشوف بقى طرف الكهرباء فين والارض فين ادي ادي الكهرباء اهه اللي بنوار معاها اهه ده الكهرباء وده الارض خلص كده احنا عرفنا الكهرباء فين والارض فين هنفصل بقى كده نهائي وهناخد طرف الكهرباء ده نفصله نهائي كده تمام ونقدر نوصله من خلال زر زي كده علشان نقدر نشتغل من خلاله لو حضرتك شغال في الدور الارضي وخدت الطرف ده مباشر تمام الطرف ده الارضي ده وصل مباشر عمومي خلاص وصل في طرف عمومي مفيش زر بيتحكم فيه يبقى انت حضرتك يلزمك حاجة واحدة بس يلزمك انك انت تجيب الطرف ده توصله فين توصله في الكهرباء يبقى انت هتشتغل من خلال فردة واحدة اه ينفع ينفع انشتغل من خلال فردة واحدة اوصلها في الكهرباء موصلهاش بقى في الارضي عشان مباشر المطور واخد اتنين الارضي مش هشتغل وربما يكون حد تاني مشغل معايا في نفس الوقت يحصل مشكلة لكن انا عايز اقولك توصل الطرف ده في الكهرباء هتقدر يبقى تاخد طرف واحد بس على كل شقة طرف طرف وتغزيه بمفتاح زي كده بالزبط كده وتاخد للمفتاح من اي بريزة عندك بحيث ان ده ياخد كهرباء فقط لغير والارض يبقى عمومي للكل الفكرة دي نجحة نجحة زي الفل وتقدر تطلع بدل المفتاح ده عشرين مفتاح عشرين مفتاح تب في واحدة هيقول لي تب افرد انا فاتح والتاني فاتح فاتح كده موصل كهرباء للمطور وانا جيت افتح انا معاه انا التاني او عايل نسي وفتح مفيش اي خطورة ولا فيه اي مشكلة طالما ان الكهرباء اللي داخلها على الكهرباء اللي موجودة هنا هي نفس الكهرباء اللي مغزية العمارة يعني ايه يعني الداخل بتاع العمارة داخل خط واحد كهرباء وواحد ارضي مش عمارة داخل عليها اتنين كهرباء واثنين ارضي يعني ايه يعني ممكن تلاقي نص العمارة واخد من خط والنص التاني واخد من خط تاني لان العمدان اللي في الشارع بيبقى فيها ثلاث اطراف كهرباء وواحد ارضي وواحد شوارع فلازم تتأكد ان العمومي اللي داخل للمنزل او داخل للشقة او داخل للمكان اللي حاجة تتحكم فيه يكون هو داخلة واحدة للكل داخلة واحدة للكل انا حذرت وبقول تاني تحذير لو ما عندكش فكرة تستعين بكهربائي وتقول له الفكرة ايه او تسمعه الشرح هيقدر يفهم احنا بنقول ايه هيعملها بكل سهولة هتقدر تعملها انت عندك في المنزل طالما ان الكهرباء اللي في الشقة الوحدة خلاص معروفة ان هي مصدر كهرباء او داخلة واحدة من العمومي خلاص معروفة ان خطة ارض وخطة كهرباء اذا انا قطعت الفردة دي ووصلت الارض عمومي وخطت الارض من اي فيشة تانية او من اي مكان تاني على زر خلاص هتنجح معاك الفكرة وهتبقى زي الفل وتعمل واحد في المطبخ واحد في الحمام هتقدر تعمل الفكرة بكل سهولة اخوي وحبيب اللي مش فاهم الشرح او مش وصلتلي المعلومة بطريقة يعني سهلة يريد تيكتب في التعليقات لو في حاجة مش باينة يقول في التعليقات واحنا نرد عليه بلاش انا بحذر انك انت تعمل حاجة في الكهرباء تكون غلط تعمل معاك قفلة في المنزل الخطورة كلها من ان انا موصل دلوقتي انا موصل كهرباء وارضي طيب في واحد تاني عايز يعمل برضو نفس الفيشة كده عنده في الشقة بتاعته مش ينفع فيشة لانه ممكن يقلب الفيشة كده يوصل تاني غلط لازم زر ولازم الزر يبقى عارف انه بتحكم في طرف ايه وترف ايه لازم الكهرباء اللي تكون جاية من الشقة التانية هي دخلة على فردة الكهرباء ولازم الارض يكون دخلة على الارض لكن لو احنا قلنا الارض يثابت خلاص الموضوع منتهي لو الشقة بتاعتجارك مش سحبة من نفس عمود الكهرباء اللي انت ساحب منه ونفس الخطوط اللي ساحب منها مش هينفع يبقى شريك معاك في تشغيل المطور نهائيا لان خط الكهرباء اللي جاي من العمومي مختلف عن خط الكهرباء اللي جاي من العمومي لشقتك طيب لو نفس الشقة ونفس الكهرباء العمومي ينفع اه ينفع بس بشرط انك لما تيجي تتحكم وتدخل اي زر على المطور لو انا بتحكم من خلال طرف الكهرباء اللي زي كده من خلال طرف الكهرباء اللي زي كده خلاص يبقى كل زرار هتركبه يبقى على نفس الخط وعلى نفس الكهرباء ما يبقاش تغذيب ارضي مايبقاش تغزي او تسيب الكعرباء السابت وتاخد الارضي انا يعني طولت في الشرح غصبا عني لان ده موضوع خطير ومستهل ان حضرتك تعمله الا ازا كنت فاهم انت هتعمل ايه بالزبع لو انا وصلت طبعا الزر ده كده ووصلته او الزر اللي زي ده عادي فيه طرف اهو هنوصله مع بعض بسرعة هنوصله مع بعض بسرعة ان شاء الله كده تمام الزر ووصل اهو طرفين وصلوا وتقدر تشغل وتقدر تفصل انا ليه بقى بقولك تاخد طرف واحد بس وتروح به على الشقة التانية او على الشقة التالتة او على اي مبنى تاني اه بشرط ان يكون التغزية واحدة ان الكهرباء كهرباء والارضي ارضي كله مشترك مع بعض في العمارة بنفس الدخلة اللي دخلة من العمومي نركز كويس لان الحتة دي مهمة جدا انا ليه بقولك تاخد طرف من الشقة التانية علشان فيه ناس بتختلف ان هو عايز الكهرباء تبقى محسوبة على العدات بتاعه يعني ايه يعني لو انا شغلت من الزر ده كده خلاص العدات بتاعي انا العدات بتاعي انا اللي واخد التغزية ده من الخط ده هو اللي هيحسب علي تكلفة تشغيل المطور لو خدت بقى من الشقة اللي في الدور التاني الخط ووصلته على زر تاني زي ده كده بالزبط وروحت جايب فاتح الخط مجرد ما فتحت الخط جاب لي طرف الكهرباء من هنا عدهولي من الطرف التاني وجاء على السكت اللي هو ده حبيبي جاء على الطرف ده كده خلاص كده اشتغل يبقى اذا الكهرباء هتتحسب على اللي في الدور التاني ياريت المعلومة يكون وصلت ويكون واضحة لان الحتة ده مهمة جدا بيحصل عليها خلاف كبير جدا وناس كتير مش واخدة بلى من توضيح فكرة انك تقدر تشغل المطور بقى اكتر من زر ويكون كل زر بيحسب الكهرباء على المكان اللي شغل منه الزر ياريت اخواتي وحبيبي يكون واضح لهم الشرح علشان الناس بتختلف مع بعضها طبعا وفي الاخر بقى حزر تحذير نهائي لو حضرتك ما عندكش فكرة بلاش تلعب في حاجة زي كده لو حضرتك ما عندكش فكرة تقدر تجيب كهربائي وتقول لي وصللي خدلي الطرف ده من شقتي على عدادي على كهربتي عشان يحسب علي ووصلهولي على طرف المطور بحيث ان لو شريكي اللي في الدور الارضي شغل معاه في نفس الوقت ما يحصلش قفلة ويبوز الدنيا ويحصل اي حاجة او اتلاف في الكهرباء بتاعت المنزل او المطور يتحرق منك لا احنا الشرح واضح وسهل طالما انك هتغزي الطرف ده من نفس المصدر اللي واخد منه الشريك بتاعك من نفس المصدر اللي واخد منه الشريك بتاعك هو على عداد وانت على عداد ما اختلفناش ده مش مشكلة زي ما احنا وضحنا ان العداد بتاعك انت اللي هيقدر يحسب التشغيل عليك طالما انك بتشغل من عندك وفي ناس تانية تقدر تاخد الطرفين الارضي والكهرباء على فوق على فوق عنده في الشقة ويقدر يفتح الزر او مفتاح سكينة اللي بدي الطرفين مفتاح السكينة هيغزل الطرفين خلاص ما اختلفناش يبقى اذا الطرفين هاخدوا من عنده بشرط انا فتح السكينة اللي عندي واللي تحت فتح برضه السكينة اللي عنده هيحصل قفل امتى? لو اللي تحت موصل الارضي مع الكهرباء كده خالف كده الارضي مع الكهرباء والكهرباء مع الارضي وانا موصل العكس ده اللي هيحصل مصدر في الكهرباء على طول اوتوماتيك فعلشان اخوتي يبقى عندك حذر لازم علشان تغز المطور بعشرين مفتاح او عشر مفاتيح يبقى كل واحد جايب من نفس مصدر الكهرباء اللي ساحب منه العمومي بتاع الشريك معاك في المطور والشريك معاك في تشغيل المطور يبقى ساحب من نفس السحبة العمومية اللي جاية من الشارع لما هو بوصل كده الترفين مع بعض انت تيجي توصل زيه يعني توصل الارض مع الارض والموجب مع الموجب ماينفعش توصل العكس لان انت لو اتنين لو شغلتوا مع بعض هيحصل تلف وانفجار في الكهرباء انا طولت في الشرح ومش متعمد ولكن غصب عني علشان الموضوع مش سهل ان اي حد يعمله الا اذا كان فاهم بنسبة مئة في المئة انه ازاي يقدر يتحكم في تشغيل المطور من اكتر من زر بدون ما يحصل اي انفجار او تلف في الكهرباء او لقدر الله احتراق اي شي يا رب اخواتي بيكون المعلومة وصلت ليهم سهلة وسالسة واسف على الاطالة ويرك تنتظرون الفيديو جديد ومعلومة جديدة في القناة اخيكم محمد الصفتوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته